وأنا أتمنى يجي اليوم أنه المجتمع الدولي يصحو الحقيقة للجريمة التي ارتكبها بحق الشعب العراقي ويرفع الغطاء فقط يرفع الغطاء انتهى هذا النظام بالعراق سمحه مني وأكو محاولات في هذا الاتجاه وبقى أنا بوقتها حتى دعيت الناشطين والمثقمفين مفكرين العراقين إلى التهيئة لتشكيل حكومة المنفى وسوف يأتي هذا اليوم لتتشكل هذه الحكومة للتعبير عن هموم الشعب العراقي ليس لتحكموا تجلده كما فعلها هؤلاء وما لها علاقة ما حصل في مؤتمر لندن مؤتمر العمالة اللي ينتج هؤلاء هذا غير مفهوم حقيقة هذا يسعى لرفع الغطاء الشرعي عن هذا الوجود البائس وأقول نعم بالقتل وبالتزوير وعندما تغطي ذلك بحثة الأمور المتحدة دون أن تدخل بالتفاصيل حقيقة ما يجري في الانتخابات منذ عام 2003 بعد ذهب ديميلو اللي يقتل لأنه كان شخصية الحقيقة محترمة وكان يسعى لأن يحمي الشعب العراقي أنا أتصد مثل لمن العام عندما تم استهدافة بالتفجير المعروف